اشتركوا في القناة تحققه انسات النادي من خلال ادائهن المتميز ورغبتهن في تحقيق الانتصارات نجحت قطاع السيدات امتد ايضا ليشمل تحقيق لقب بطولة الجمهورية للانسات تحت 18 عاما بعد الفوز على الاهل في النهائي فضلا عن تحقيق المركز الثالث في بطولة تحت 16 عاما وبيستحق الثناء هو ان كل ما تحقق من انجازات جاء بدون تدعيمات او صفقات خارجية فاللعبات تخرجن من قطاع النشئين وتدرجن في المراحل العمورية حتى وصلن الى الدرجة الاولى وهو امر قد يصعب على الكثيرين تحقيقه نادين حسين وليلا عماد وزينا تامر وهنا علاء وفريد طارق وندى وليد وغيرهن الكثيرات فتيات قدمنا اداء مميزا ونجحنا في كتابة اسمائهن باحرف من نور في سجلات الكرة الطائرة المصرية وضيفتان الليلة ناديد زعتر وداليا المرشدي هم ايضا لهما دور بارز في تحقيق تلك النجاحات بدأت نادين رحلتها مع الكرة الطائرة وعمرها ثمانية سنوات داخل جدران نادي الصيدة وحصدت العديد من البطولات اما داليا فبدأت مسيرتها وعمرها ستة سنوات وكان لها دور واضح مع الفريق في كل نجاحاته مشوار من النجاحات ترافقه امال وطموحات بالمحافظة على الانجازات فهل نرى يوما فتيات الصيدة بطلات على ميناء